السماء على العدوان جحيم والأرض عذاب وخيم تسع منظومات نو تزيد سحقها سلاح الجو وهو يجتاح الوطية ويضرب الوشكة ويدك قلب ترهونة كلما دخلت منظومة أخرج الطيران أختها البانتسير وصناعة الروسية على المحاك حفتر يشعلها وسلاح الجو يطفئها ويرجعها خردة واحدة تلو الأخرى ويضعها في موقف إعلامي محرج البانتسير نظام روسي للدفاع الجوي على المدى القصير والمتوسط صممته روسيا في الـ 94 ومولت الإمارات مشروع تطويره عندما توقف لأسباب مالية ثم تلقت منه أول دفعة في 2003 أبو ضبي تركت الأيام الماضية بصمات قاتلة وأدلة دامغة لوحت بها ليبيا أمام مجلس الأمن فالقوات الإماراتية هي الوحيدة التي تملك هذا الموديل بانتسير اس وان على شحنة مان اس ايكس فورتي فايف الألمانية وجود هذا الموديل بين يدي حفتر يشير بإصبع واحد إلى الإمارات والمقلق لدى أبو ضبي أنه صار دليلا في يد بركان الغضب فطيران الوفاق مثلا استهدف منظومتي بانتسير فور وصولهما للوطية وحزهما بعد تحريرها في الثامن عشر من مارس دمر سلاح الجوي أيضا منظومة بانتسير كانت في طريقها إلى قاعدة الجفرة الجوية وفي اليوم نفسه دمر أخرى جنوب السرط في طريقها إلى القاعدة عينها وبعد يومين دك ثلاثة منظومات في ترهونة ورابعة في الوشكة على نقلة أثناء فرارها إلى الجفرة ثم خامسة عند بوابة الخمسين غربي سرط فسادسة بمنطقة سوق لحد تلك عاصفة السلام تهب فلا تبقي ولا تذر سماء لا ترحم وقوات لا تهزم وانتصارات متلاحقة شلت حفتر وضعت داعمه خارج التغطية حتى باتوا يلوحون بدعوات الهدنة وينادون باسم الإنسانية في الوقت بدل الضائع